اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعتزازه بهذا التكريم الذي حظي به من قبل اللجنة المنظمة مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بعد الجهد الكبير والمشاركة الناجحة في هذه البطولة وأضاف سموه أن الفريق البحريني استطاع أن يحقق الهدف الهام الذي رسمه للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي بيكونة بعد أن ترك انطباعا مميزا لدى الجميع بمدى التطور الحاصل في هذه الرياضة بصورة خاصة والرياضة البحرينية على وجه العموم ليؤكد على مكانة الرياضي البحريني المنافس في أهم وأقوى المحافل الدولية وأشار سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن مملكة البحرين باتت موطنا لرياضة الرجل الحديدي في الشرق الأوسط وأضحى فريقها يشارك في مختلف البطولات العالمية باعتباره رقما صعبا في مثل هذه البطولات مؤكدا أن الفريق سيواصل مشاركاته الدولية والخارجية والتي يأمل من خلالها تحقيق نتائج إيجابية لرفع اسم وعلم البحرين عاليا وأكد سموه أن مشاركات الفريق البحريني للترايثلون تأتي في إطار الترويج للمملكة من خلال المشاركة في أبرز المحافل والتجمعات الرياضية التي تحظى بانتشار واسع في مختلف بلدان العالم ليكون اسم البحرين حاضرا بقوة في البطولات العالمية ولتتجه أعين الجماهير ووسائل الإعلام نحو الإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمر بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله بما يسهم في إبراز الصورة الحضارية المشرقة عنها وأشهد سموه بالمشاركة الإيجابية لأعضاء الفريق البحريني في بطولة العالم للرجل الحديدي بصورة عامة ونتيجة الرقيب محمد الغيس من الحرس الملكي الذي حقق المركز الرابع في فئة العسكريين هذا وشهد حفل التكريم تتويج بطلة السيدات دانييل ريف من فريق البحرين للتحمل 13 بطلة بفئة السيدات وألقت كلمة أعربت فيها عن سعادتها وتقديرها للفوز وكانت ريف قد شاركت باسم مملكة البحرين في فئة المحترفات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر